اشتركوا في القناة فقد تقرر ايقاف اصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين ويستثنى من ذلك الطلبة القطريون الدارسون بمملكة البحرين وكذلك من يحملون تأشيرات ما زالت سارية الصلاحية مع الاشارة الى ان الشعب القطري ليس الجهة المقصودة بهذا القرار حيث يبقى امتدادا طبيعيا واصيلا لاخوانه في مملكة البحرين ولا يمكن ان تتضرر العلاقات الاخوية بين الشعبين الشقيقين جراء تصرفات السلطات القطرية غير المسؤولة والتي لا تراعي حقوق الجوار او مبادئ القانون الدولية